ما سمعنا من تعيين ثمان قاضيات في المحكمة العليا للقضاء شيء قابي توج به نضالات المرأة منذ ثلاثة عقود وهي تناظر أن تدخل المرأة في السلك القضائي وسيؤزز لدى النساء وسيشجعهم على أن ينتمين إلى دراسة القضاء بنفس الوقت سيكون هناك أثر كبير جدا على المجتمع اليمني أن المرأة التي ظلمت أو انتهكت حقوقها ستذهب للمحكمة للحصول على حقوقها لأنها ستجد هناك إمرأة مناصرة لها وستستطيع أن تطرح قضاياها في مجتمع نحن في مجتمع لأن ثقافة العيب وثقافة العادة والتقاريد ما زالت مسيطرة على الوعي الثقافي وبنفس الوقت شكل خوف لدى المرأة من طرح قضاياها لكن عندما يكون هناك قاضيات ومحاميات حقوقيات أمام المرأة هي التي ستسمع وهي التي ستترافع عنها هذا مشجع للمرأة أن تناظل أو ترفع عن نفسه الظلم القائر داخل المجتمع بكثير من الانتهاكات تعتبر خطوة إيجابية كبيرة لتعييد نساء في كثير سواء في القضاء أو في غيره حتى سيكون هناك مثلا في الجيش في السلطات التنفيذية في جميع السلطات الموجودة في الدولة إن شاء الله سيكون هناك تغيير كبير وتشجيع أن المرأة قادر أن تتولى أي منصب من مناصب الدولة لكي تصنع قرار يعود بمنفع على حقوق المرأة نفسه ترجمة نانسي قنقر